ايه الحكاية؟ كلام منتشر في كل مكان انه اشهر مطعم في مصر مطعم صبحي كابر واللي كل الناس بتحبه اتباع بتلتمية مليون جنيه ايه الحكاية؟ الرسالة الغامضة اللي ظهرت على صفحة المطعم ويا طرح فعلا صبحي كابر قرر يبطل مطعم ويرجع للجزارة كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده من شوية صغيرين ظهر بوست غريبة على صفحة مطعم صبحي كابر على فيسبوك البوست ده مكتوب فيه لظروف قهرية المطعم غير تابع للحاج الصبحي في الوقت الحالي وسيتم بالإعلان عن باقي التفاصيل قريبا الرسالة دي كانت زي صدمة للناس اللي بتحب المطعم الناس قعدت تسأل ايه اللي حصل؟ هل فعلا المطعم اتباع؟ ولا في حاجة تانية ورا الموضوع؟ الناس على السوشال ميديا ما ثابتش الموضوع يعدي بستاهل بدأت تنتشر أخبار كتير قوي ان الحاج الصبحي قرر يبيع المطعم بـ 300 مليون جنيه ويشتغل في الجزارة بس من تاني الكلام ده قاله واحد على السوشال ميديا اسم محمد عبدالهادي لكن هل الكلام ده حقيقي؟ كل اللي نعرفه دلوقتي هو ان صفحة المطعم قالت ان فيه تفاصيل هتتوضح قريبا في فيديو من الحاج الصبحي نفسه وده لما يرجع من الصفارة اللي مش كتير من الناس يعرفوه ان الحاج الصبحي كابر مش مجرد صاحب مطعم ده قصة نجاح ملهمة لأي شاب عنده حلم البداية كانت بسيطة جدا صبحي بدأ بحاجات صغيرة حرفيا بربع كيلو لحمة وشوية شغل كتير وصبر والليته كانت تعبانة هو كان بيساعدها في البيت وبسبب الظروف دي التعلم الطبخ من وهو صغير بعد رحيل والدته الدنيا كانت صعبة عليه لكنه ما احبطش ويشتغل في مطاعم كتير لحد ما بقى عنده خبرة كبيرة صبحي كابر ما وقفش عند حد معير فضل يتعلم ويتطور من نفسه لحد ما قرر يسافر السعودية ويشتغل هناك وعلشان الدنيا دايما فيها فرص في السعودية اتعرف على أميرة السعودية اسمها كابر ومن هنا جاء اسمه مطعمه الشهير وبعد كذا سنة رجع مصر وقرر يفتح مشروع خاص بدأ من عربية أكل بسيطة في الشارع وبعد شوية فتح أول محل صغير باسمه النهاردة صبحي كابر بقى واحد من أشهر أصحاب المطاعم في مصر والشرق الأوسط مطعمه مش باسق محل ده إمبراطورية كبيرة عنده مزرعة إنتاج زراعي وحيواني بيستورد منها اللحم والخضار علشان يضمن جودة الأكل اللي بيقدمه للعملاء ضغل إن المطعم نفسه مش بس مشهور في مصر ده كده عنده فروع في السعودية والإمارات والناس بتيجي من كل مكان علشان تاكل من عنده المطعم معروف إن كل حاجة فيه مميز من الكباب والكفتة لحد الحلويات الشرقية اللي محدش بيدقها إلا ويرجع له تاني إيه اللي حصل بقى اللي حصل علشان فجأة المطعم يتقفل هل فعلا الحاجة الصبحي باع المطعم؟ الأسئلة دي بتدور في عقل الناس الرسالة اللي ظهرت على الصفحة كانت مؤثرة جدا كأنها وداع لكن في أمل إن الموضوع مجرد فترة مؤقتة وإن الحاجة الصبحي يرجع يوضح لنا الحقيقة في الفيديو اللي وعد به في النهاية الحقيقة الوحيدة اللي نقدر نقولها دلوقتي إن المطعم للأسف مقفول وإننا في انتظار الفيديو اللي هيكشف الحقيقة يا طرى هتكون دي نهاية مطعم صبحي كابر ولا المفاجأة جاية؟ كل ده هنشوفه قريب جدا فانتظار الحاج الصبحي بنفسه يحكي الحكاية وهقول لكم كل التفاصيل أول بأول عايزة برضو أعرف إيه رأيكم في أكله كان يستاهل تروحونه ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات